ازاي اكو عاملين ايه يا حبيبي يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة يا رب ان شاء الله. اه تعال انا اريكو طريقة الانترية تنظف ازاي من البشعة اللي فيه والطينا اللي فيه. بصوا هنا بوريكو الانترية طبعا زي ما انتم شايفين. اه هنا بصوا مليان طينا خالص ومتبهدل. وعايز طبعا يتنظف تنظيفة حلوة. هنا انا حاطت كروريكس الوان على المية اللي انتم شايفينها دي انا كنت اصلا بعمل الانترية وكده. اه جبت كروريكس الوان زي ما انتم شايفين اهو. وحاطته في المية وبعمل بيه الانترية. طبعا انا كنت بعمل الانترين بالاول. زي ما انتم شايفين كنت بعمل الانترين بالاول وكده. اه وطبعا تصورت الحيطة دي وتصورها لكم وتشوفوها. بصوا انا بوريكو ان تقينا اللي فيه بصوا بيتعملها ازاي. اه والصراح بقى لي كتير جدا ما كنتش عملته. وقلت ان انا اقوريكو الطريقة بتاعته السهلة هو كروريكس الوان بس بتحطيه على المية. وبتعمل بتعمل الانترية بتاعك زي ما ان التي شايفه. وانا جبتب هنا بقى المقاشة زي ما تشايفينه المقاشة النعمة او برضو المقاشة اللي هي تحت السجاد. الفرشة تحت السجاد اللي نقصر بها السجاد اللي هي خشنة شوية. برضه عشان لو عندك بقع والحاجة ديقدر ان انت تطلعي بها البقع اللي في الكرسي في الانترية عندك. آآ وزي ما تشايفين هو بصوا الانترية هو بي آآ بالصراحة بينضف معيها كويس جدا. وكل البقع اللي فيه طلعت. آآ وحطونا بقى لايكو اشتراك في القناة ودعمونا ترجمة نانسي قنقر